اشتركوا في القناة وأشكر صديقي جورج اللي هو لديزلي نصايحها على الإيميل لديزلي دائما يقولي نصايح حلوة تفيدني فشكراً إليه شكر خاص إليه وشكر شكو شخص علمني شغلات واستفاديت منها فأول شي يا شباب خلي نبدي بالتغيرات كلا عذا تغيرات صارت وغايفة خلي أشوفكم من التغيرات اللي صارت أكو شخص كتب لي بالتعليقات خلي الرمل بدال الديارت أو بدال الطين حتى ينمو قصب السكر أسرع فيه شكراً إليك وهذه نصيحتك اللي أولا سوناها وثاني شي تذكرون حلقة اللي راحت قلت لكم كان عندي مشكلة إنه ألقي الخنازير فايت على الدجاج لتشوفون طبعاً دجاج قل لأن ديصور عندي لاق بالعالم دجاج صار هواي حيل عندي والحيوانات فلذلك اضطريت إنه أقتلهم يعني أذبحهم وسويتهم وكل يب وأكو كون مش خاصة مندي قلولي الخنازير يأكلهم بوتيتا يأكلهم مدرشين الدجاج يأكل وفلان شي أنا أعرف بهذا الشي صراحة أعرف شكراً لكم أصدقائي ويب خلي أشوفكم هاي الخنازير قللت هنحيل كتلت منهن هواي اللي يندي يصير عندي لاق هذا اللحم شهت ما ماخده نسيته المهم فشاندي يصير عندي لاق اضطريت إنه أقتل منه هواي وهذا الطريق هنا طبعاً أكون مفاجأة شبيرة حسا إن شاء الله شوفكم إياه مفاجأة حلوة يمكن هي أحلى شي سوتها بهذه الحلقة فهذه خليها بعدين أول شي خلي راح أشوفكم الفيديو اللي راح يا شباب النفق اللي رحنا عليه والله صراحة الشباب حبودي كتبولي بالتعليقات سوينا بعد حلقة لخي عن النفق أو روح عن نفق مرتلوق فيه إن شاء الله راح أروح مرتلوق نفس ما قلت لكم بالحلقة اللي راح أرجع على الفحم وراء كواليس الفحم كان هواي وذا أضل أكسر بالفحم راح أطول وهواي واني ماريد أطول عليكم الفيديو فلذلك هاني الفحم الفحم هذا وانا كل رجعت علي وكسرته ولقيت بعض هم ايرون ولقيت دايموند فأخذت الدايموند وسوت بيه درع وظل عندي دايموندين هس راح أسوي بيهن وياكم سوي بيهن سيف خلنرجع ناخذ ها هذا البوط العلي من السكيلتون وهم عندي على ما اعتقد هم عندي بعد أقدر أسوي بولين عندي خيوط وعندي كل شي كامل فياب هسه خلي سوي السيف الدايموند يعني شكلنا راح نطلع حسة والله ما عرفه أطلع الصبح هنام ورجع أطلع حتى اللايكتوني سكيلتون او اندرمون خلينا وياكم خلي أرجع ذب السيف الدايموند فوق ما ريد أستعمله اه هذا السيف الدايموند رجع فوق فخلي شوفكم يا شباب أكوهم شخص كتب لي قال لي هو هذا جورج صاحبي قال لي البيل سوي بي كيك والذهب والتفاح سوي بي جولدين أبل فشكرا لك حيل حيل شكرا لك يا صديقي يا جورج اه هذا اله هسا خلي نسوي جولدين أبل هذا الذهب خلي أوزعه داير ميدور التفاحه حتى نسوي جولدين أبل وهي الجولدين أبل ما رح نسوي هاي او لا خليه سوي يعني صراحة الذهب ما استفاد منه جربت سويت بي اكس وضروبتين الاكس راح كسر فهذا راح نخليه الجولدين أبل اذا ردنا ان ندخل عالم النذر او هيج راح نبدأ نجمع الجولدين أبل فهسا خلنطلع اشوفكم بقية الشغلات اللي صارت اول شي خلي احطها داني ارجع داني نسيتهم بداية خلي نرجع معرف احتمال شبير يا شباب هذي الحلقة اسوي اياكم الشسمة اسوي اياكم البيت الشجرة اللي وعدتكم بيه وصراحة يا شباب عاجبني اسوي البيت على هذي الشجرة ورح اسوي هيتش مثل درج او طريق ماعرف منين اجيبه صراحة يمكن اخلي الطريق منها اخلي باب والله معرف احتمال شبير انه اخلي منها باب تطلعين منها من الباب تصعد على بيت الشجرة فصراحة رح يكون في الشي رهيب رهيب حيل فهسا خلننزل اشوفكم بقية الشغلات اللي سويناها بالقرية والله ماعرف سبحان الله شو يا خاني سويت اذكر بعض الشغلات نسيه شنو اه اوكي خلي اشوفكم يا شباب هذا الطريق اللي هو حاليا اكثر شي حلو والله صراحة سويته واشتغلت عليه بالكواليس هذا الطريق يا شباب خلي ادنق حتى لا تشوفون او اعتقد وصلتكم فكرة يلا مريد الطوع عليكم هذا الطريق يا شباب سوينا مسبح وموحا يلا مسبح مسبح رهيب والله رهيب يعني الصراع هذا مسبح شقد ما رح نسبح فيه شقد ما هاي ما رح ملمن عنده هذا الطريق اي منها سويت درج خلي نصعد خلينا كلها رح موت اه هذا من نانة سويت هذي مصابيح ليجوه سويتها ليجوه خليتجام حتى شوي يكون منظرها رهيب صراحة منظرها رهيب نفسه تشوفون مضوي المصعد كله او الدرج كلته وهذي من نانة سويت القفازة خشب على هذا اله نعت الله الشيطان اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو حرامات كان عندي 42 البوشن ماتتي حنشوف اسا شقدر يصير لا والله حرامات را كلية هذا البوشن تقدر اسوي بيه يفيدني بالتطوير لا طاير نصة حنشوفها بالماء ارى ماضي را البوشن كلية يلا مو مشكلة مو مشكلة فهسا هذي يا شباب التغييرات اللي كانت اني مسويها صراحة مو هاي تغييرات بس احلى احلى شي بيهن هذي القفازة وهسا يا شباب راح نروح نسوي بيت الشجرة اللي وعدتكم بي قلت لكم الحلقة اللي جاي ان شاء الله سوي بيت الشجرة يب يا شباب هس راح نروح نسوي بيت الشجرة وراح اسرع الفيديو حتى كل عاد الله يطول عليكم اوكي شباب رجعنا للبيت مالتنا وخلينا نرجع بقية الغراض رتب غراضنا رتب الانفنتوري حتى نقدر نشتغل على راحتنا وناقض الغراض اللي نحتاجها بتصنع البيت حرامات يا شباب نفس اشوفون درع ماتي جلد اوكي عندي جيدة كومو هذا عندي تقريبا 44 واحدة عندي جيدة ثم اوها اوكي نسيت اقولكم عن شغلة الاخر اواني دا دور بالنفق لقيت سلايم ولقيت شغلة رهيبة لقيت جو النفق لقيت سكة مع القطار ويمكن معرف لقيت سكة مع القطار وكومو غراض فبذلك يا شباب هس ان شاء الله عد الحلقة اللي جاية نفس ما طلبوا الشباب طلبوا حلقة الاخرى عنها فبالحلقة اللي جاية رح روح نستكشف هذا المكان الرهيب اللي قلت لكم توني علي اللي قلت سكة القطار ولي قلت صندوق خلي نرجع ناخذ الشغلات اللي نحتاجها انا ما اعتقد احتاج شي الاكل خليه هنا انا بيدي اوكي هذا الاكل وخلي اروح ااخذ الخشب ونبدي بالبني اشتركوا في القناة 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 , ياتذت لن الر завيار بست הנ TRIB تراب هنأكل تراب جوو ولا تراب هيا تراب جبناه ها هو شيخا ناكل وخلي نسوي جام حتى نروح البيت لبقين اهنان التراب حتى نسوي جام حتى نروح البيت فهيسا خليشوفكم البيت يا شباب قبل هذا قبل الجام يكمل هذي سويت منها باب بباب ما خليت البيت موصول حتى يكون اكو فتف الشيء حل شوي مرتب بس انا لو مبعد اه لو سوي بعض طريق شوية اطول كان صار احلى بس صراحة البيت صار كل شي صغير فاذاك ما شد الطريق وهذا بيت الشجرة يا شباب اعتقد راح يسوي اا الالات التطوير اعتقد رح خلي االات التطوير هنا او البوشينات The Aloma البوشينات ان شاء الله الي راح سويها بمستقبل فهالي الغرفة يا شباب نفسها تشم صغيره بس ان شاء الله راح نستفاد منها هواي الالات التطوير او شغلات نسويها فد خلي بيها شغلة معي يا شباب خلي روح نجيب للجام هاذ الجام خلي نشوف شقص صار عندنا خمسة ستة صار عندنا ستة جام خلي روح نسوي شبابيك بس شبابيك وين يا شباب راح نسوي واشي خلنفتح هاذ حتى نشوف شبابيك خلنحسب اظنني اثنين اربعة خمسة اوكي خمسة في ذلك راح احفر وحدة هنونة الله مدر ايه كبر شبابيك والله معارف مالا لأن صراحة شكلها خزي خلنكسر الشجرة ونخلي شمع بمكان هنا خلي شمعة 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 هنونة نكمل هادا السرع والله صراحة البيت حلو صار حيل حيل حلو يعني فكرة اللي سويتها بس نفس ما قلت لكم الطريقات شوية لو كان اكبر كان احلى خلي روح نجيب الجام حتى نكمل اوكي هاي تماني حلو حتى نكمل مالاتنا الشبابيك خلي نحسب هنا 2 و辞 ليا ننزل الي الجو جواب لا عارف خلي خليهن هنا شمع خليهن هنا الشمعة لا ما احنا خليها فوق هل يش متخله ها هذي يقبالها لين هذي يقبالها منيصير زيون وين رح نخليه الشمعة خل ننزل منجوه نشوف شكل البيت شو منجوه صاره حتى نجيب الجامل اللي خليناها هناك بêter هاي شين هاي نشيل هاي شي شي اه هاذ البيت من هنا اعتقد هاذ يقع راح حفرها ما راح خلي يقع هاي شي خلي نشيل هاذ الخشب او ما يجوز ما احفرها هنيا صراعا ما اجيه هاش عندي هنا هنا خلي نشيل هاذ الجامع لا هاي راحت بخرت يلا شو نسويه فيب هاذي ان شاء الله يا شباب شاند حلقتنا اليوم اتمنى تكون الحلقة عجبتكم وبيت الشجرة هاذا عجبكم وان شاء الله هم راح اشتغل عليها بالكواليس وراح يسوي شغلات بعد احلى واحلى فيب ان شاء الله يا شباب الحلقة اللي جاية روح للشغلات اللي قتيكم عليها اللي لقيتها بالنفق ونفس ما تطلب هو الشباب راح ألبي طلبهم انه هما قلولي روح مرتلوخ سوينا حلقة بالنفق لان صراحة استفاني كلهم وكلهم وكلهم الشغلات يمكن طلع لي 4 استاكات ايرون المهم يا شباب اتمنى تكون هالي حلقة عجبتكم وذا ما مشترك لا تشترك وذا مشترك كريد نوصل هالمرة 50 لايك عن مقطع وشكرا ايكم يا شباب بحيل الفيديو اللي راح طلبت منكم 50 لايك وصلتونا 100 لايك وبس سيشوفكم مقطع جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة